تعتزم الكويت التعاقد مع مئات المدرسين الفلسطينيين من ذوي الشهادات العليا لتعزيز النظام التعليمي في البلاد ولسيما في المواد العلمية وتأتي هذه الخطوة بعد ربع قرن من الاحتلال العراقي الذي كان سببا في إيقاف التعاون مع المدرسين الفلسطينيين الذين كانوا يشكلون أحد أهم عمدة التعليم الكويتي لعقود منذ بداية التعليم النظامي في الكويت في ثلاثينيات القرن الماضي كان المدرسين الفلسطينيين دورا كبيرا في نشأة التعليم الكويتي وتطوره البداية كانت بخمسة مدرسين في أول بعثة تعليمية توجهت الكويت عام 1936 ونمى دورهم بشكل كبير لشكل نصف هيئات التدريس منتصف الستينات وبعد أن كان مدرسون الفلسطينيون أحد أهم الأعمدة الأساسية في التعليم الكويتي تضاءلت أعدادهم بشكل كبير بسبب اصطفاف القيادة الفلسطينية آنذاك مع الغزو العراقي عام 90 الآن وبعد ربع قرن تعود الكويت الاستفادة من خبرات المدرسين الفلسطينيين بعد بحث في السوق المحلي لتوفير الاحتياجات لكنها لم تجد ما يكفي لتتجه الحكومة الكويتية إلى خبرات قد جربتها سابقا وتحمل رأيا طيبا تجاهها نتيجة للعقات الغديمة وما يتعلق بالتربية ومدرسين من فلسطين فكرنا في أن نستعيد فيهم خصوصا بعد ما نالت المدرسة الفلسطينية الأفضل مدرسة في العالم والي ربحت مليون دولار رأينا أن لحد الآن المهارات التدريسية موجودة في فلسطين وتسعى الكويت التعاقدي مع ما يتراوح بين 200 إلى 400 مدرس فلسطيني في كافة مراحل التعليم خاصة في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية لكن ما الذي يميز المدرسين الفلسطينيين عن غيرهم كنا مجرمينهم بالسائق السابق بالستينات والسبعينات والثمانينات وحصيلة التعليم كانت ممتازة فرأينا أن لحد الآن المهارات هذه موجودة وبرغم تحفظ البعض لأن من تتلمذ على يد المدرسين الفلسطينيين يؤيد مسعى الحكومة بكل قوة أنا أبارك هذه الخطوة خاصة من الأخ معالي وزير التربية للتعاقد مع المدرسين الفلسطينيين لأن فعلا أنا من الجيل اللي حقنا يمكن درسونا الفلسطينيين أخواننا الفلسطينيين في ذاك الوقت وكانوا فعلا على مستوى عالي من التغافة وعلى مستوى عالي من الفهامية وكانوا فعلا يقدرون يوصلوني المعلومة وكل طريقة سلسة وكان تعاملهم مع طلبتنا كان ممتاز المرشحون للتدريس في الكويت سيكونون من حملة الجوازات الفلسطينية وليس ممن يملكون وثائق سفر أخرى وسوف تتبع زيارة الوزير زيارة للجنة متخصصة لإجراء التعاقدات في شهر أكتوبر القادم ويأمل الكثيرون هنا أن تساهم عودة المدرسين الفلسطينيين في الارتقاء بمستوى التعليم الكويتي سعد العنزي سكانيوز عربية الكويت نرحب بضيفينا من رام الله الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي في وزارة العمل الفلسطينية السيد سامر سلامة ومن الكويت المستشارة التربوية والوكيلة السابقة لقطاعية التعليم العام والخاص في الكويت السيدة مونة اللوغاني هلا بكي أبدأ مع الأستاذة طبعا مونة اللوغاني سيدة مونة كيف تنظرون للعكاس هذه الخطوة من قبل الكويت على المنظومة التعليمية الكويتية ومستوى التعليم في الكويت أولا بداية بسم الله الرحمن الرحيم مساكم الله بالخير سعيد إن شاء الله معاكم في هذا اللقاء عن موضوع استخدام أو استخدام المؤلمين الأخوة الفلسطينيين للتدريس في دولة الكويت طبعا هذه خطوة مباركة ونبارك لوزارة التربية أن نبدأ في هذه الخطوة في تنويع استخدام المؤلمين من كل الدول العربية وبالأخص دولة فلسطين وطبعا مما ذكر أن خبراتنا السابقة مع المؤلمين الفلسطينيين وأنا وحدة من اللي تعلمه وتتلمذه على أيدي المؤلمات الفلسطينيات وفعلا معلمين ذات كفاءة وثقافة وتعليم عالي وهذه خطوة جميلة وجيدة ونبارك لها وإن شاء الله يعني إن شاء الله وزارة التربية تبدأ بالخطوات المطلوبة وإن شاء الله تكون لعداد المطلوبة وافية ومستوفية وحاضرة إن شاء الله في جميع التخصصات المطلوبة طيب أستاذ سامر كيف يعني المجال التعليمي هناك في فلسطين كيف استقبل هذه المبادرة الكويتية يعني بالعكس نحن في فلسطين طبعا نتطلع إلى هذه الفرصة وخاصة نحن نتحدث عن دولة الكويت الشقيقة التي تربطنا فيها علاقات تاريخية يعني وعلاقات الأخوة والصداقة وعلاقات الدم يعني في الواقع يعني نحن استقبلنا هذا الخبر طبعا يعني بمحبة وبفرح كبير لأن يعني بأن نعود إلى دولة الكويت الشقيقة يعني لكي نعمل هناك ولكي نساهم في بناء الحركة التعليمية في الكويت وخاصة نحن يعني في فلسطين نفتخر بالرغم من الاحتلال الذي الجاثم على أرض فلسطين إلا أن الشعب الفلسطيني استطاع بأن يكون شعب متميز وهناك يعني أكرب مثال على ذلك حنان الحروب التي فازت بأفضل معلم في العالم وهي خريجة من فلسطين وعاشت في فلسطين وتعلمت في فلسطين نحن سنكون سعداء بأن ننقل التجربة والخبرة الفلسطينية إلى دولة الكويت الشقيق كما أيضا يعني معلمين الذين سيذهبون إلى الكويت أكيد هم أيضا سيتعلمون من الكويت الشقيق ويعودوا إلى الوطن أيضا لينقلوا أيضا التجربة الكويتية لأننا نسعد بأن نتبادل هذه الخبرات من خلال المعلمين والمعلمات طيب أستاذ مونة اللغاني لماذا أعيد النظر في مسألة عودة المعلم الفلسطيني إلى الكويت خصوصا بعد سنوات طويلة من مسألة الغزو العراقي وما حدث من وقوف الرئيس الراحل ياسر عرفات بجانب نظام العراقي وهي مسألة تاريخية لماذا الآن تم إعادة النظر في هذا الموضوع واسترجاع المعلم الفلسطيني نحن لا تنسى أننا دول عربية ومنظومة وحدة وجامعة الدول العربية والعودة العلاقات شيء مطلوب وهذه كانت ظروف سياسية في فترة معينة وإن شاء الله انتهت وبالعكس إن شاء الله انتفاء الظروف السياسية التي كانت موجودة في ذلك الوقت تشجعت لكويت أنها تعيد العلاقات وأنها تتعاون مع وزارة التعليم في دولة فلسطين بالعكس يعني كل شيء لا نهاية يعني ما في شيء بالعالم رح يتم إلى ما لا نهاية بالعكس هذه ظروف وانتهت وإن شاء الله يعني العلاقات جيدة وممتازمة ما بيننا وبين أخواننا الفلسطينيين الشعب الفلسطيني شعب يعني علاقته طيبة وممتازة مع الشعب الكويتي ودولة الكويت وإحنا بيننا بينهم علاقات ولا تنسى يعني أنه سنين طويلة أهما كانوا في مجال التعليم مؤسسة والتعليم في بداياته في دولة الكويت وكانت لهم أيادي واضحة في بناء الوطن ومع أعيال في أبناء الكويت اللي ما شاء الله حين شفتم في جميع المجالات وبعدها لما يتميز في أيضا يعني يمكن أن نظرة الوزارة التربية في دولة الكويت إلى استخدام المعلمين الفلسطينيين لأن لها خبرة سابقة طيبة معاهم في التعليم وفي التدريس في سنوات مضت ولأن الثقافة والتعليم في المعلم الفلسطيني على مستوى عالي كذلك تنويع مجالات أو الدول العربية التي تستقدم منها الكويت المعلمين يعني بالإضافة إلى الظروف الحالية السياسية عندنا في سوريا أشاء الله يرفع عنهم ويعودون كما كانوا كانت الكويت تستقدم أعداد كبيرة من سوريا فالحين في الظروف السياسية قلت الأعداد غير التعاقد المحلي الموجود بالكويت يمكن يقطي وبعدها في تخصصات نادرة وجودها يعني لا تقدر الدولة الكويت تسدها من التعاقد المحلي وخصصا في البنين يعني المجالات الرياضيات والفيزياء واللغة الإنجليزية تقريبا يمكن في البنات ممكن نسبة يعني النقص فيها معقولة لكن في مدارس البنين نسبة كبيرة النقص فيها وتحتاج إلى عدد كبير من المعلمين فالتنوع فيه باستخدام المعلمين جميع الدول العربية كان موجود من فترة طويلة يعني مو من فترات يعني قريبة من فترات طويلة اللي كانت يعني تستخدم المعلمين وحاليا عودت العلاقات الطيبة إن شاء الله مع دولة فلسطين والشعب الفلسطيني طيب أستاذ سامر يعني إلى أي مدى يمكن أن يساهم هذا الموضوع يعني عودة المدرسين الفلسطينيين والمعلمين الفلسطينيين إلى عودة العمالة بشكل عام الفلسطينية إلى الكويت هذا أولا ثانيا ما هي المعلومات المتوفرة يعني ما هو العدد المطلوب الذي تم استقدامه أو الطلب لاستقدامه مستقبلا يعني في الحقيقة هو أولا طبعا نحن سنكون سعداء طبعا بالعودة إلى سوق العمل الكويتي لأنه نعتقد بأن سوق العمل الكويتي سيكون هو البوابة إلى سوق العمل الخليجي أيضا نحن يعني صحيح نتيجة لظروف يعني تاريخية مظلمة يعني حقيقة يعني في التاريخ العربي ككل الغزو العراقي للكويت لكن نحن الآن أصبح هذا الغزو وراءنا جميعا ونحن الآن أبناء اليوم نتطلع للمستقبل ونحن أنظارنا للمستقبل وإن شاء الله سنساهم يعني مساهمة فعالة في بناء طبعا الاقتصاد والمجتمع الكويتي من خلال التعليم اللي إحنا ممكن أن نساهم فيه بشكل فعالية كبيرة يعني هذا موضوع بالنسبة لإلنا طبعا نحن ننظر لإلوه ونتطلع لإلوه فيما يتعلق بالأعداد هو كان خلال مؤتمر وزراء العمل العرب اللي عقد في الكويت مؤخرا يعني صار فيه هناك حديث رسمي بين وزير العمل الفلسطيني ووزير العمل الكويتي بخصوص هذا الموضوع لكن لم يتم الحديث عن أرقام محددة لكن نحن نتطلع نحن لدينا فائد في الواقع نحن لدينا فائد في التخصصات المذكورة في الرياضيات في الفيزياء باللغة الإنجليزية أو بالتخصصات العلمية المختلفة بالهندسة والعلوم يعني كل هذه التخصصات نحن لدينا فائد كبير وهذا الفائد هو ليس كمي وإنما أيضا نحن لدينا نوعية بالتعليم نوعية عالية بالتعليم وخاصة يعني في المعلمين يعني على مستوى المعلمين يعني أعتقد بأننا لدينا الأعداد الكافية لكي نسد حاجة الكويت الشقيقة من المعلمين يعني الأرقام طبعا أكيد بعود لسوق العمل الكويتي أو لحاجة الكويت للمعلمين لكن نحن في فلسطين لدينا فائد كبير يعني في هذا الموضوع ونحن مستعدين أن نصد حاجة الكويت الشقيق يعني بأي عدد هم بطلبون من المعلمين المحترفين طبعا يعني في مجال التعليم وفي كل التخصصات طيب أستاذة مونة لغاني هل يعني التعاقد مع معلمين فلسطينيين مثلا فسخ التعاقد مع جنسيات أخرى لا ما أعتقد يعني يعني أنا من خبرتي السابقة في وزارة التربية وزارة التربية تتعاقد لكل دولة تحدد أعداد معينة تستقدمها في التخصصات المطلوبة وما أعتقد أن الكويت يعني تغلق باب التعاقد في دولة وتفتح في دولة أخرى لا الأبواب التعاقد مفتوحة ولكن تختلف قد تختلف الأعداد من دولة إلى أخرى حسب الأعداد المتوفرة في كل دولة جيد أستاذ سامر إلى أي مدى تدعم هذه الخطوة يعني الصمود الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال اقتصاديا يعني بالتأكيد نحن تاريخيا كان اعتماد الفلسطينيين على العائدات يعني التي يحولها العمال الفلسطينيين أو المظفين الفلسطينيين الموجودين خاصة في دول الخليج وهذا يعني بدون أدنى شك ونحن لا نستطيع أن ننكر ذلك كان له أثر قبير في تعزيز صمود في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وخاصة في الستينات والسبعينات والثمانينات حتى في التسعين يعني لحد الغزو للأسف الغزو العراقي للكويت يعني نحن طبعا نتطلع وندعو الأشقاء العرب ليس فقط في الكويت وإنما في جميع الدول العربية وخاصة الدول الخليجية لفتح أسواقهم أسواق العمل والأسواق الأخرى للعمال الفلسطينية والمنتجات الفلسطينية لأننا نحن نعتقد بأن انفتاح الأسواق العربية بما فيها أسواق العمل سيعزز من صمود الشعب الفلسطيني لأن هذا سيعزز من العلاقات التجارية وعلاقة الأعمال ما بين الفلسطينيين وأشقائهم العرب وخاصة الخليجيين والكويتيين بشكل خاص طبعا مما سينعكس على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني وكلنا بنعرف أن الاقتصاد الفلسطيني الآن يكاد يصل إلى حالة من الركود بحيث أن النمو الاقتصادي للأسف خلال السنتين الماضية هو في تراجع مستمر نعم أستاذة مونة أريد أن نختم معك تعدد جنسيات المعلمين هل تضيف لدى الطالب أم أنها تشتتوا لا طبعا ما لا علاقة أعتقد أن الطالب لما يكون يستوعب المادة يستوعبها عن طريق سلوب التدريس وعرض المعلومة وسلوب ساليب ووسائل العرض والتقديم بالنسبة ليتبعها المعلم ولكن اختلاف الجنسيات قد يكون بسيط لكن مع تأخلم المعلم مع البيئة الكويتية والمجتمع الكويتي يصير شيء عادي وطبعا وجود المعلمين الوافدين بالكويت من فترة طويلة يعني ما هو فترة جريبة بالعكس من الستينات والكويت فيها مجموعة كبيرة من المعلمين القير كويتيين الوافدين ولكن طبعا كفاءة المعلم قد رتع التدريس اسلوب الأرض والتدريس واسلوب تعامل مع الطلاب هو الذي ينعكس انعكاس إيجابي على مستوى الطلبة شكرك كانت معي من الكويت المستشارة التربوية والوكيلة السابقة لقطاعي التعليم العام والخاص في الكويت سيدة مونة لغاني وامن رام الله ووكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي في وزارة العمل الفلسطينية سيد سامر سلامة شكرا لكم